حاجة يعني احنا طبعا مرسم اتروح فيها ده بس الشعب عندنا فيها بتدي نوع من انواع ده الفيورد بتاع طبعا طبعا ده تمثل فيه كذا فيلم الحقيقة ايوة ده الطريق الى الات كان تمثل فيه لما الولد كان بيكح ومش عارف ايه كان في الحتة اللي هناك ده اعتقد فيه فيلم تاني كمان البشا تلميس البشا تلميس دي منطقة الحقيقة لوحدها جاذبة للسياحة اه اي حد معدي من هذه المنطقة بيقف ويتصور فيها الفيورد اه طبعا احنا عند اه وفيه قلعة صلاح الدين في طابة قلعة صلاح الدين في طابة دي اللي مثل فيها دي معلومة للمشاهد دي اللي مثل فيها احمد مظهر اللي تمثل فيها اللي هو الحروب الصليبية اه الناصر صلاح الدين اه الناصر صلاح الدين هو هنا في قلعة صلاح الدين دي كل دوت عندنا في مصر الحقيقة رحلات البحرية بقى في هذه المناطق أنا تمتعت برحلة بحرية كان معانا مجموعة وكنا بنفرجهم على منطقة نويب عطابة فالحقيقة لقنا بمركب كبير أوي ووقفنا في قلعة صلاح الدين وكملنا على المنطقة بتاع الطابة جنب المنفذ ما أقولكش على الطبيعة بكر إزاي يعني حاجة الحقيقة ممتعة جدا والحاجة اللي يمكن الناس ما تعرفهاش كمان كتير إنه بالليل وانت معدي في هذه المنطقة نويب عطابة انت بتشوف أنوار السعودية وبتشوف أنوار الأردن زبون نويب عطابة ودهب كان بيعمل رحلات اختيارية ليلة واحدة يطلع يزور الأردن البترا اللي هي بيترا ويرجع تاني يوم وكان في زباين روس وأوكران كانوا بيطلعوا رحلة ليلية ساعة ثلاثة يرجع تاني يوم بالليل بيكون راح الأدس وعمل زيارة في الأدس هي على بعد 60 كيلو انت بتعدي من منفذ طابة بتخش إيلاته بتكمل بريا فتقدر تعمل رحلة فالمنطقة دي بتاع الدهب نويب عطابة هي الوحيدة في مصر اللي تقدر من خلالها تزور مدينتين تانين دولتين تانين وده أنا عايز أوضح لحضرتك وللسيد المشاهد ان طابة بتبص على ثلاث دول يعني طابة جنبها السعودية جنبها الأردن جنبها إيلات وطابة وعندها اتنين مينة في مينة بري مينة سوري بحري ومينة الجوي اللي هو مطار طابة غير الطريق بتاعنا ونويبع المينة البحري اللي بيطلع على الأردن برضو يعني دي منطقة استراتيجية من كل حاجة طبعا وموقعك جنب البلاد العربية جنب البلاد العربية ده أحسن منفذ للتصدير هذه المنطقة حل الحقيقة